الحكومة اقترضت خلال الأشهر القليلة الماضية مبلغ 15 تريليون دينار من الداخل العراقي اليوم أيضا سوف تطالب في موازنتها التي من المفترض أن ترسلها إلى مجلس النواب مبلغ 27 تريليون دينار عراقي ما هي الحلول غير الاقتراض أمام الحكومة العراقية؟ نعم هناك أحد الحلول هو اعتماد السندات الحكومية لموظفي الدولة أنه يكون هناك بيع سندات طويلة المدى لموظفي الدولة لتقطيع جزء من المصرفاتهم وهذه السندات تكون قابلة للتزديد خلال سنة من الآن هذه أحد الحلول التي قد تؤدي إلى أنه توفر جزء من المصرفات التشغيلية المطلوبة للدولة العراقية أيضا هناك موضوع بعض الآرات تتكلم عن تغيير قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار لتعرف نحن وارداتنا النفطية بالدولار وبالتالي مصرفاتنا بالدينار فعملية تغيير أو تخفيض الدينار العراقي قد يؤدي أيضا إلى تقليل المصرفات بالدولار الأمريكي مما يؤدي إلى تقليل هذه المصرفات ولكن هذه الخطوة لديها الكثير من العواقب على موضوع التضخم الداخلي وأيضا على الاقتصاد العراقي بشكل عام ولكنه أحد الحلول وأحد الحلول الأخيرة والتي هي من الصعب اتخاذه حقيقة هو تخفيض الرواتب الموظفين والذي سيثير الكثير من المشاكل داخليا مع كل المشاكل الموجودة حاليا